كمان نفس الوقات خليلو زيتش مدير فاني منتخب المغرب كان يعملوا لقاء مع كاف فردي برضو نفس الكلام تلغى اللقاء لعدم اكتمال مجموعة اللاعبين بتوع السود الأطلسي قالك ما عندناش إلا تسع لاعبين فقط لا غير آخر التصريحات قبل ما أطلع فاصل وأكمل أخباري خليلو زيتش برضو بيتكلم على اللاعب بتاعه الزلزولي بتاع برشلونة لعيب ممتاز ممتاز طالع النهاردة خليلو زيتش قالك إيه قالك برشلونة لا تحترم أمم أفريقيا ولا تحترم الدول الأفريقية لأنه برشلونة بتضغط بقوة على الزلزولي أنه هو لا ينضم إلى منتخب بلاده اللي هم طبعا فريق المغرب سود الأطلسي طالع خليلو زيتش النهاردة وهدد وقال نفس الكلام سنلجأ إلى كذا وكذا واتكلمه كلام قوي جدا هو طبعا اسمه عبدالصمد الزلزولي وخليلو زيتش قال لموقع سبورت كلوب النهاردة عبدالصمد يملك موهبة لا تصدق أثق أنه سيعيش مسيرة رائعة وقال أن الزلزولي لم يرفض أبدا تمتيل منتخب المغربي لكن برشلونة بيخلق المشاكل لأنه لا يحترم كاس أمم أفريقيا بما فيه الكفاية بما فيه الكفاية